طبعا كلنا طلعين من العيد وعايزين نعمل أكلة سريعة وفي نفس الوقت طعمها روعة شايفين المكون الطحفة ده هو سر أكلتنا النهاردة هاتي حالتك الحلوة وحطي معلقة كبيرة من السمنة وأهم حاجة نسخن الحلة كويس جدا ومعايا نصف كيلو من اللحمة أي قطعية تحبيها ممكن نستبدل اللحمة بشرايح فراخ أو قطع من مقعبات الفراخ اللي هي صدور الفراخ أو صدور وريك المتاح عندنا أو كبض وأوانس كمان ونصف معلقة صغيرة من الملح عليها ربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود وشوحي بقى لحمتك لحد ما تتغلف كويس جدا وما تجيبش ميتها خالص علشان تحتفظ بالعصارة الداخلية وهاتي بقى نصف كيلو من البصل الأحمر وقطعيشها رايح ونزلي بيه على أكلتنا بقى البصل هنا بقى بيخلي أكلتنا زي العسل والمكون السر بتاعنا اللي هو سوس الديمجلاس هيخليكي ما تحمريش البصل كتير جدا وفي نفس الوقت نحتفظ بقوامه والكمية بتاعته نصف معلقة صغيرة من الطوم المفروم بنضفها على الأكلة بتاعتنا بتخلي بقى الأكلة بتاعتنا روعة وطبعا احنا بنطبخ في حلل تحفة بصوا بقى هنا سوس الديمجلاس هو السر بقى الكيس ده ممكن ندويبه في نص كباية مية أو نحطه كده بودر بيخلي كباب الحلة يروح في حتة تانية بيديكي قوام وصوص طحفة لأي أكلة بتعمليها طبعا متوفر قنور موفرة وماجي موفرة الكيس بحوالي 8 جنيه بس بصراحة بيخليكي الأكلة تروح في حتة تانية وطبعا احنا عاملين في حلل نيوكلاين طحفة بتحتفظ بالحرارة واهم حاجة بنستعمل سيليكون واحنا بنستخدمها وبتخلي الأكل بتاعنا يستوي بسرعة ويعني من الحاجات الأمنة جدا اللي بتخلي أكلتنا زي العسل نيوكلاين مركة محترمة وبصراحة برشحها لأي حد دفنا بقى سوس الديمجلاس مع البصل مع اللحمة مع الملحة والفلفل ممكن كمان نضيف فلفل الألوان المتاح عندنا زعت الروزميري اللي تحبوه وهنا بقى أهم إضافة بنضيف كبايتين من المية المغلية ما ينفعش نضيف على اللحمة مية سععة أنا عايزة العسارة الداخلية تفضل في قلب الحادة اللحمة بتاعتي وحرارة الحلة ما تنزلش هنضيف بقى كبايتين من المية المغلية ونغطي حلتنا ونسيبها بقى تستوي أنا بحب قوي طبخة الحلة الوحدة نيوكلاين من المركات الطحفة أتمنى تجربوها ومتوفرة في فروها كتير جدا بصوا بقى بعد مرور نص ساعة أنا لحمتي من الموزة استوت وكمان ضفت نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود نص معلقة صغيرة من السكر بتساعد على سرعة تسوية اللحمة والمية السقعة بلاش لما نيجي نسوي اللحمة بتبطأ في التسوية وبتخلي حتة اللحمة خشنة بصوا بقى لحمتي اللهم بارك استوت وبقت طحفة أنا هنا بقى بعد ما تستوي قدامك كذا اختيار ممكن تحط معها أي غدار كوسة فسولية خضرة اللي انت عايزين بس أنا بقى قطعت بطاستيتين كده مربعات وحطتها فيها منها أكلة كاملة متكاملة وبتزود لي الكمية وبنعمل جنبها شوية رزة حبية وحبية أو شعرية أو رزة أبيض يبقى احنا كده خلصنا غدانة في حلة واحدة ولا مواعين ولا حورات قطري البصل حطي سوس الدمجلاس هيوديك هيوديلك كباب الحلة في حتة تانية بصوا بقى السوس يا وعدي عليه قوامه كده بقى ايه سميك شوية ولونه طحفة ما قعدناش بقى وقت كتير نفضل نحمر في البصل وندينه لون بكرم لأ البصل لسه محتفظ بقوامه وطعمه التسكيره بتاعته وفي نفس الوقت لسه محافظ على كيانه متهريش وصفتنا سهلة وبسيطة وهما حاجة انها في حلة واحدة واستبدلي اللحمة بالكبد والأوانس او شريح الفراخ او راك الفراخ اكلة سهلة وبسيطة شوية رز شوية عيش كده شوية مخلل ودمتم بصحة وعافية منورين بيوتكم ويتقابل في وصفة جديدة اشتركوا في القناة